انفصلت مركبة الشحن الفضائية تيانشو 5 عن مجموعة المحطة الفضائية في الساعة الثالثة والست وعشرين دقيقة بعد ظهر الخامس من مايو عام الفين وثلاثة وعشرين ثم تحولت إلى مرحلة الرحلة المستقلة وذلك بهدف تسهيل التحام مركبة الشحن الفضائية تيانشو 6 وبعد الانفصال عن المحطة الفضائية قامت مركبة الشحن الفضائية تيانشو 5 برحلة مستقلة لمدة ثلاثة وثلاثين يوما على المدار وفي الساعة الثالثة وعشر دقائق صباح السادس من يونيو عام الفين وثلاثة وعشرين بتوقيت بيكين المحلية عودت مركبة الشحن الفضائية تيانشو 5 الالتحام مع المحطة الفضائية هذه المرة جاءت مركبة الشحن الفضائية تيانشو 5 إلى محطة الفضاء السينية مرة أخرى وذلك من أجل تكديم مزيد من المساحة القابلة للاستقدام إلى طاكم رواد مركبة الفضاء المأهولة تيانشو 16 في عدة الأشهر القادمة سيكون طاكم رواد تيانشو 16 بتخزين النفايات باستقدام المساحة المتبكية من المركبة تيانشو 5 حتى قبل وصول مركبة الفضاء المأهولة تيانشو 17 ستنفصل مركبة الشحن الفضائية تيانشو 5 عن المحطة الفضائية مرة أخرى ثم ستدخل إلى الغلاف الجوي لاستكمال عملية التخلص في الوقت الراهل مجموعة المحطة الفضائية الآن في حالة جيدة وستجري العمال اللاحقة حسب ما هو مخطط لها ترجمة نانسي قنقر